استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي صباح اليوم الفريق بحري تشارلز براد فورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس ورحب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس حيث تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الخبرات العسكرية والدفاعية مشيدا سموه بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وأكد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي على عمق الشراكة الاستراتيجية الفاعلة والمتنامية بين البلدين الصديقين والتزامهما بترسيخ الأمن والسلام في المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لكل البلدين والشعبين الصديقين